اشتركوا في القناة وفقاً للاستطلاع حصل معسكر أحزاب اليمين بقيادة رئيس المعارضة بن يمين نتنياهو على 58 مقعداً منهم 31 مقعداً للليكود و13 مقعداً للصهيونية الدينية التي تحالفت مع حزبي عودسما يهوديت فيما يحصل شاس على ثمانية مقاعد بالإضافة إلى ستة مقاعد ليهدو تاتورا في المقابل حصل تحزاب الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الحكومة يائير لبيد على 56 مقعداً منهم 24 مقعداً ليشعتيد و13 مقعداً للمعسكر الرسمي وخمسة مقاعد للعمل فيما يحصل كل من يزراء البتينو وميرتس على خمسة مقاعد والموحدة على أربعة وأظهر الاستطلاع عند القائمة المشتركة تستقر عند ستة مقاعد فيما لم تتجاوز قائمة الروح الصهيونية بقيادة وزيرة الداخلية أييل الشاكيد نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي أيضاً وحصلت على واحد فارزة 9% من الأصوات أصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بياناً بعنوان مبادرة النقاط الخمس لإعادة تشكيل القائمة المشتركة واجتمع المكتب السياسي للحزب لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية قبيل الانتخابات للكنيست في الأول من 22 المقبل ودعت تجمع جميع الأطراف المنضوية تحت القائمة المشتركة إلى الالتزام الخطي والعلني بنقاط المبادرة التي تتضمن الالتزام المسبق بعدم التوصية على أي مرشح من الأحزاب الصهيونية لرئاسة حكومة إسرائيل وعدم طرح التوصية للتفاوض والالتزام بعدم المشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلية والالتزام بعدم التنصيق مع أحزاب صهيونية ومعارضة تشكيل جسم مانع أو شبكة أمان لأية حكومة كما دعا الحزب إلى الالتزام بالامتناع عن المشاركة في مؤتمرات الأمن القومي الإسرائيلي في البلاد وخارجها ووضع إطار واضح لحدود المناورة والحراك السياسي ورفض مقايدة الحقوق بالمواقف السياسية والتصرف السياسي من خلال صيغة برنامج سياسي جديد أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجراح خطيرة إثر سقوطه من علو في ورشة للبناء في بلدة المشهد وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال تلقي العلاج فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 47 عاملا لقوا مصرعهم في حوادث عمل مختلف بالبلاد منذ مطلع العام الجاري لقيت طفل فؤاد محميد البالغ من العمر ثلاثة عوام مصرعه متأثرا بجراحه الحرجة بعد تعرضه لحادث دهس في بلدة معاوية قبل ثلاثة أيام وكان الطفل قد نقل بعد إصابته إلى مشفى رنبم في مدينة حيفا لتلقي العلاجات الطبية اللازمة إلا أن كافة محاولات الإنقاذ باءت بالفشل ليضطر الإطباء إلى الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته الحرجة ووفقا للمعطيات المتوفرة فقد لقي 232 شخصا بينهم 81 من المجتمع العربي مصرعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد فيما بلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 قتيلا منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي بهجة العودة إلى مقاعد الدراسة بعد طول انتظار وحوالي مليونين ونصف المليون طالب وطالب في إسرائيل بينهم أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة طالب وطالب من المجتمع العربي تستقبلهم المدارس بأجواء احتفالية وتحفيزية بمناسبة انتظام التعليم والعودة إلى الدراسة عقب مباحثات ونقاشات متواصلة تعثرت لأشهر طويلة توصلت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة المالية لتنتظم بذلك الدراسة في المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية والبساتين وجيل الطفولة المبكرة تمحور الخلاف بين الوزارة والنقابة حول أجور المعلمين ذوي الأقدمية وإجازات المعلمين في المدارس اليهودية التي تسعى وزارة المالية إلى ملاءمتها مع باقي الفروع الاقتصادية وفي بيان مشترك لوزارة المالية ووزارة التربية ونقابة المعلمين الابتدائية بعد مفاوضات مطولة تم التوصل لاتفاق أهم ما يضمه هو رفع أجور معلم مبتدئ إلى تسعة ألاف شيكل وإضافة ألف ومائة شيكل على الأقل لكل موظف ومنح منحة مالية تقدر بعشرة ألاف شيكل للموظبة والاستمرار في جهاز التعليم بعد مرور ثلاث سنوات ويقضي الاتفاق برفع أجور المديرين المبتدئين لتسعة عشر ألف شيكل وملاءمة برنامج العطلات المدرسية وتشجيع التميز حيث يتم منح المدير سلة مالية يستطيع منحها للمعلم المتفوق من أربعمائة شيكل إلى ألف شيكل هناك الإمكانية واردة لتوقيع عقود عمل مع خبراء خارجيين من خارج جهاز التعليم بالإضافة إلى تحسين الأجور للوظائف المختلفة انتصار كبير حققته منظمة المعلمين بعد نضال خاضته لعدة أشهر مع وزارة المالية الإسرائيلية وبعد تهديدات بالإضراب وعدم فتح السنة الدراسية في الأول من أيلول الذي كان قد تسبب بأثر سلبي خصوصا وأن جهاز التعليم لم يخرج بعد من أزمة كورونا ومن الثمن الذي دفعه الأطفال وأولهم الطلاب العرب وأبناء الطبقات المستضعفة كافة بسبب إخفاق الحكومة في إدارة هذه الأزمة التي فاقمت المشاكل والفجوات حقق المعلمون جزءا مهما مما أرادوه لتحسين ظروف عملهم وتحقيق متطلباتهم وتوفير عام دراسي مثمر للطلاب والطالبات في البلاد تعمل وزارة الصحة على تمرير قانون يلغي إلزام المتعالجين باستصدار رخصة العلاج عن طريق الكنابس أو القنة بالطبي وتمرير الصلاحية لأطباء مؤهلين حيث جرت العادة على أن يتقدم المريض الذي يعاني من أمراض وأوجاع مزمنة بطلب لوزارة الصحة للحصول على رخصة سنوية تجدد كل عام أول شي بيكلف الشخص أقل لما يجدد رخصته يدفع بالسنة 360 شكل إذا هو يطلع رخصة جديدة 720 شكل والإشي بده ينتقل لصناديق المرضى يعني بصير هالشخص يأخذ الرخصة والمصادقة من صندوق المرضى اللي هو تابع لإله وهي الشغلة بتخفف المعاناة للحصول على الدواء اللي لازم القنة بالطب يعتبر بإسرائيل وبدول عالمية كتير إنه هو من السموم الخطرة عشان هيك بحب أوضح للناس إنه هذا الإشي مش متاح لكل شخص بس للناس اللي هي بحاجة ترى وزارة الصحة أن القانون يهدف للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية إضافة إلى تقليص المدة الزمنية التي ينتظرها المتعالج للحصول على الرخصة إضافة إلى محاولة الوزارة بالعمل على تخفيض الأسعار خصوصاً وأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار القنة بالطبي فمعظم المتعالجين يعانون من نوبات ألم مزمنة تمنعهم من العمل وتحدهم اقتصادياً نقدم على الترخيص اللي قلنا بالطبي بيكلفنا كثير غالي اثنين لما بدنا نطلع الترخيص اللي قلنا بالطبي بيستهلك معنا وقت كثير ثالثاً أنه اللي قلنا بالطبي هو يعني اليوم تقدر يقولي بكمية عالية من المصاري بيكلف كثير غالي ورابعاً أنه إحنا مرات نحتاج الإشي أكتر بكمية أكتر بأخذ معنا الإشي كثير وقت أنه يطلعون إشور لإشي أكتر القانون الجديد لا يعني بالضرورة سهولة وصول القنة بلغير مستحقيه كما ولا يعني إتاحة بيعه لغير المرضى فما زالت هناك الحاجة لمصادقة من قبل طبيب مؤهل إضافة إلى اقتنائه من قبل صيدلية مصادق عليها من قبل وزارة الصحة ولكن القانون يشهد تخوفاً واضحاً من قبل أبناء المجتمع العربي من انزلاق القنة بلأيدي غير مهنية وبيعه لغير مستحقيه وارتفاع نسبة الإدمان وفقاً لدائرة الإحصاء المركزية في الأشهر السبعة الأولى من العام والتي كان في بدايتها لا يزال هناك تأثير على الاقتصاد جراء انتشار فيروس كورونا تم تسجيل 12.5 مليون ليلة مبيت في الفنادق السياحية في إسرائيل الحمد لله احنا وراء الكورونا الأوضاع عم تزهر الزائرين عم بزيدوا والسياحة عم بتزيد رغم السعوبات اللي ألططى التجار أنه للأسف أنه في بعض المصالح اللي تسببت بالإغلاق بسبب الأوضاع الاقتصادية بس الحمد لله لازم أنتشاه فيه زي ازدهار فيه سياحة داخلية اللي عم تعطي للبلد رغم أنه لأسف إحنا لوسطنا العربي عم بتطلع كتير لبرة اللي هي لاستنبول لا الشرم لا طابة كله منيح بس كمان لازم نحط نصب عيوننا أنه لازم إحنا نقوي التجارة والسياحة في داخل بلدنا وبحسب المعطيات الواردة فإن نسبة السياحة المحلية أكثر بكثير من نسبة إقبال السياح الأجانب إلى إسرائيل بحيث كانت الحجوزات في فنادق البلاد نسبة 68% من السكان المحليين ونسبة 32% للسياح الأجانب وكان لذلك أثر اقتصاد إيجابي يعود إلى المناطق المحلية والأماكن السياحية داخل وخارج البلدات العربية وغيرها طبعا إقبال شديد بالسياحة في البلاد عندنا طبعا كل يوم نستكبل جروبات سياحية إن كان من الأردن إن كان من بلاد تانية عرب أجانب مو مهم البلاد عندنا كانت تشهد كثير 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 ضغوطات بالفنادق إن كان في إلات إن كان ببحر المية إن كان في طبرية إن كان في الناصري طبعا من بعد أزمة كورونا سنتين ثلاثة الناس طالعا من ضغوطات فرح ترجع لحياتها الطبيعية راجعة لسياحة راجعة لتساوي سياحة في البلاد وتعرفها أكثر وأكثر بعد دخول قطاع السياحة في أزمة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أعاقت حركة الطيران والإغلاقات المستمرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة عاد القطاع السياحي إلى الحياة من جديد والأكثر إجابا أنها لم تعد تقتصر السياحة فقط على السائحين الأجانب وإنما بعد فيروس كورونا بدأ السكان المحليون بالتعرف أكثر على المناطق السياحية والأماكن الترفيهية المختلفة اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على أهالي قرية النبي صمائل شمال غرب القدس المحتلة عقب اقتحامها من قبل مئات المستوطنين بقيادة المتطرف بنكفير هذا واعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين بالضرب المبرح على أهالي القرية والمشاركين في الوقفة السلمية التي دعا إليها المقدسيون رفضا للحصار الذي يعيش هواها للقرية التي لا يتجاوز عدد سكانها 300 مواطن فيما اعتقل جنود الاحتلال أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم عضو إقليم حركة فتح في القدس عاهد الرشق كما وحولت قوات الاحتلال القرية إلى ثكنة عسكرية مغلقة وكان مستوطنون من أنصار حزب عدس ما يهوديت الذي يترأسه المتطرف بنكفير قد دعوا إلى اقتحام القرية بمشاركة أعضاء في الحزب وعلى رأسهم بنكفير أدى عشرات والاف الفلسطينيين صلتت جمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك هذا وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته وفرضت إجراءات مشددة على القادمين للصلاة وكان الألاف قد زحفوا نحو الأقصى واكتظت بهم باحاته وساحاته في صلاة الفجر تلبية لدعوات أطلقت على مدار الأسبوع للمشاركة الواسعة بآداء الصلوات في المسجد الأقصى بهدف التصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه المتعلقة بتغيير الوضع القائم تبنى الحزب الديمقراطي الجديد في كندا سياسات متضامنة مع الحق الفلسطيني وأدان الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وقتل الصحفية شيرين أبو عقل وشجب الحزب في رسالة بعثها رئيسه جاميت سينغ صمت الحكومة الكندية على خرق إسرائيل القانون الدولي وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني ودعت الرسالة الحكومة الكندية إلى تبني خطوات عملية وجدية في موقفها من التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني كذلك أدانت الرسالة هجوم الحكومة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وآخرها إطلاقوا صفة الإرهاب على ستة مؤسسات منها وطالبت بالعمل على تعليق العمل باتفاقية تجارة الأسلحة على أنواعها مع الحكومة الإسرائيلية حتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة خمسة وعشرون عاماً مرت على وفاة الأميرة ديانا وقلوب محبيها لم تنسى الحادث المأسوي في نفق باريسي حيث فارقت الأميرة ديانا الحية بسبب حادث سير مميت واليوم يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة النصب التذكاري عند قاعدة الشعلة المنصوبة عند فوهة نفق جسر آلما في باريس لإحياء ذكرى أميرة ويلز حاملين باقات من الظهور والذكريات على بعد أمطار من العمود الذي صدمت به السيارة التي كانت تقل ديانا لطالما أثارت حياة الأميرة الراحلة إشكالية كما وفاتها إلا أن المتفق عليه أن أميرة ويلز استطاعت من خلال شخصيتها وعملها الخيري ترك أثر في قلوب محبيها ومعجبيها وتلقى بملكة القلوب ترجمة نانسي قنقر أخبال الحمدل عم يكون كتير كبير حتى في أطفال ترجمة نانسي قنقر